قام رئيس الوزراء محمد سالم باسندو اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مباني جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بصنعه والبالغ تكلفتها 6 ملايين و 400 ألف دولار واستمع باسندو من رئيس الجامعة الدكتور غالب القرش إلى شرح مكوناته ومراعاة تصميمه الطابع الإسلامي الحديث والذي يحوي مبنى لرئاسة الجامعة ومدرج رئيسي سعة ألف شخص ومكتبة مركزية إضافة إلى كلية البنات وكليات الطلاب ومسجد إلى ذلك حضر رئيس الوزراء محمد سالم باسندو الحفل الذي أقامته جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية اليوم بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس الكلية العليا للقرآن الكريم وتخرج دفعتين نهضة وطن من طلابها وطالباتها ترجمة نانسي قنقر